ما الذي سيحدث بعد تصويت البرلمان على موازنة 2021؟ سؤال منطقي يطرحه مراقبون لسيما بعد لغط نيابي وشعبي رفق ليلة التصويت اقتصاديا يرى بخثون أن تثبيت سعر الدولار سيسهم في استقرار السوق رغم التأثيرات السلبية التي ستنعكس على القدرة الشرائية للمواطن بشكل خاص وعلى حركة الأسواق بشكل عام موازنة العراق من موازنات الكلاسيكية وليست موازنة برامج لن تستطيع أن تنخذ بالاقتصاد العراقي هي عبارة عن مالية فقط سيتم طرح الأموال إلى السوق لكن هناك مشكلة ستواجه السوق العراقي هي ارتفاع تغيير سعر صرف الدين العراقي لكن ستحدث بعض الاستقرار كان هناك عدم استقرار بسبب التجاذبات السياسية التي حثت حول سعر صرف الدين العراقي هل سيخفض أم يبقى على نفسه اليوم حسن الأمر بأن الموضوع صرف الدين العراقي 1450 دينار للدولار الواحد فسيكون نوع من الاستقرار في الأسعار ستبقى الأسعار على استقرار معين ثابت لكن بارتفاع وليس بانخفاض هناك ارتفاع سيشهد الأسواق من 20 إلى 30% باستنى بعض المواد أو السلع التي ارتفعت عالميا موازنة مفصلة على مقاس الأحزاب جاءت بعد مخاض عسير وفق رغبات سياسية توافقات على حصصها وضمينة التخصيصات ومن ثم اقتنعت بالتصويت هذا ما فسره متابعون للشان السياسي في السؤال عن شكل الموازنة ولصالح من مرراته أولا الموازنة كأنما خصصت للأحزاب هاي رقم واحد اثنين المسألة ما بيها لم يعطى لشريحة مهمة من المحاضرين أي بند من الموازنة وهنا التعليم وكأنما رسالة لا وجود للتعليم في العراق المحاضرين خلال هذه السنوات الماضية لم نجد لا موقف حكومي ولا موقف تشريعي بمساندتهم أما التي نسمعها هنا وهناك بس مجرد ظواهر صوتية وبعد أشهر طويلة من المناقشات والتعديلات لم يكن أمام البرلمان خيارات متاحة سوى المضي بهذه الموازنة التي ما زالت مهددة بالطعون بحسب قول بعض النواب وصفاء كرام حديث بغداد عن بي سي العراق ترجمة نانسي قنقر